اشتركوا في القناة ومن جانب الهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي واشهد سمو الشيخ خالد بن حمد بمساهمة الجامعة الخليجية في دعم المبادرة التي تهدف الى خلق بيئة مناسبة للعبين المميزين يتوفر فيها التحصيل العلمي في افضل الجامعات محليا الى جانب مواصلة التألق في الجانب الرياضي معربا سموه عن تطلعه لان تكون مذكرة التعاون التي تم توقيعها بداية تعاون مثمر مع الجامعة الخليجية وكاد سموه همية تعزيز الجانب الاكاديمي في مسيرة الرياضيين البحرينيين انطلاقا من القيمة الكبيرة التي يوليها جلالة الملك المعظم للتعليم في كل المجالات ورفدا للدعم الذي يقدمه جلالته للارتقاء بالقطاع الرياضي والاهتمام بتطور الرياضيين البحرينيين من جانبها أكدت سعادة الدكتور الشيخ رنة بنت عيسى بن دعيج الخليفة ان تعاون مؤسسات التعليم العالي مع الهيئة العامة للرياضة يمثلوا دافعا للشباب وحافزا لهم لمواصلة مسيرتهم الرياضية في مرحلتهم الجامعية ومنحهم الفرص لصقل مواهبهم وعراب سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة عن تقديره لمساهمات مؤسسات التعليم العالي في دعم الرياضة من خلال مبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب والتي ستفتح أفاقا أوسع للرياضيين المحرينيين هذا وعبر رئيس الجامعة الخليجية الأستاذ الدكتور مهند المشهداني عن اعتزازه بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد لهذا الحدث المهم الذي يوثق التعاون بين الخليجية والهيئة العامة للرياضة مشيدا بالدور البارز لمبادرات السموه في تطوير الطاقات الشبابية الرياضية في مملكة البحرين والاستثمار في قدراتهم ومواهبهم تشرفنا صباح اليوم باستقبال سمو الشيخ خالد بن حمد في مقر الجامعة الخليجية من أجل توقيع اتفاقية التعاون مع الهيئة العامة للرياضة والجامعة الخليجية من خلال توفير مقاعد تحت مسمى مقعد سمو الشيخ خالد في الجامعة الخليجية لدعم الأبطال الرياضيين في مملكة البحرين حقيقة نفتخر بوجود قادة شباب في مملكة البحرين يقودون الحركة الرياضية الذي أصبح نموذجا تحدث به دول المنطقة والدول العالمية من خلال دعمهم للأشطاء الرياضية ودعم الشباب البحريني بحيث نصنع قادة على كافة المجالات سواء في الجانب الرياضي أو في الجانب الشبابي أو في الجانب الحياتي أيضا الجامعة الخليجية تعد من الجامعة الأولى التي أدخلت مقرر التربية الرياضية كمقرر عام يدرس لجميع الطلبة في الجامعة إيمان منها بأهمية الحركة الرياضية وأيضا اتساقا مع التوجهات العامة في مملكة البحرين مع توجهات سمو الشيخ ناصر بن حمد وتوجهات سمو الشيخ خالد بن حمد بدعم الحركة الرياضية ترجمة نانسي قنقر